في أوروبا أزمة المهاجرين تواجهها دول الاتحاد بطرح الجدران طرح تقدمت به 12 دولة في الاتحاد الأوروبي للمفاوضية الأوروبية من أجل الحصول على تمويل لبناء حواجز على حدودها تمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين لكن المفاوضية رفضت طلب التمويل من دون أن ترفض الفكرة فهل تحل الحواجز المشكلة؟ وما الخيارات المديلة إنسانيا لأزمة الهجرة واللجوم؟ معنا الآن من بروكسل رئيس تحرير صحيفة الـ EU Observer والمتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء البلجيكية كيرت دبوف سيد دبوف مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار دول عديدة تطرح مسألة إقامة جدران هل هذه مسألة واردة برأيك؟ هل يمكن للاتحاد أن يأخذ قرار سواء فيما يتعلق بالتمويل أو فيما يتعلق بقبول الفكرة من حيث المبدأ؟ لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتمويل مشروع كهذا وإنما الأمر مسألة مبدأها الأوروبا ستبني جدارا على حدودها أم لا؟ السؤال بطبيعة الحال جاء من تلك الدول التي شهدت تدفق وموجات للاجئين في 2015 كانت هناك يونان ورومانيا ودول مجاورة أخرى ونعرف أن هناك موجات في الحدود مع بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وهذه الدول تريد أن تبني سياجا والسؤال هل تتحول هذه السياجات إلى جدران وفي المفاوضية الأوروبية لا نريد جدراننا حول الاتحاد الأوروبي لا تريدون جدرانا حول الاتحاد الأوروبي ولكن أليس من حق هذه الدول أو على الأقل بعضها أن تحمي نفسها هذه الدول كانت تتوقع أن يكون هناك سياسات جماعية فاعلة من قبل الاتحاد ولكن يبدو أنها توصلت إلى نتيجة أن عليها التصرف بمفردها لحماية أمنها بين قوسين ما رأيك في ذلك؟ هناك بطبيعة الحال سلطات وطنية وسيادة لكل دولة يمكنها فعل ذلك عمليا لكن هذا بطبيعة الحال سيتنقد مع بعض المبادئ الأوروبية هناك بعض الأجهزة الأمنية التي تحمي مثل هذه القضايا في إيطاليا واليونان هناك أيضا مسألة السياسة الموحدة الأوروبية فيما يخص الحدود وكيفية حمايتها وإذا قامت كل دولة بفعل ما يحلو لها فهذا سيقود السياسة الخارجية الموحدة لأوروبا وهذا مؤسف أن يتحدث عن الجدران وفوق هذا هناك الحديث عن ما يمكن فعلهم مع اللاجئين رأينا في الأسابيع الماضية أن أولئك اللاجئين الذين دفعت بهم بيلاروسيا إلى بولندا دفعوا مرة أخرى إلى بيلاروسيا إلى الغابات حيث الحرارة متدنية جدا وهناك من مات بالجوع والبرد لذلك هذا الأمر غير ممكن وهو ضد القانون الدولي ولا يمكن أن نسمح بحدوثه اللافت سيد ديبوف أنه الآن بعد مرور تقريبا ست سنوات أو ربما أكثر على بدء الفعلي لأزمة اللاجئين والمهاجرين ما يتزال بعد الضول تنظر في مثل هذه الحلول ألا يعبر ذلك عن فشل ذريع لمنظومة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع هذه المشكلة أتفق معك هذا إخفاق كبير لأنه إلى الآن كل مرة يخاول الأوروبيون أن ينسجوا سياسة حول الهجرة وإشراك الجميع في هذه السياسة فإنهم يفشلون لذلك ليس هناك سياسة موحدة حول الهجرة من أوروبا بعض الدول لا تريد أن تنضم إلى توزيع اللاجئين وهناك من يريد إغلاق الحدود وآخرون مثل إيطاليا تقول لا يمكن أن نفعل ذلك لوحدنا نحتاج إلى التضامن وهذا التضامن مفتقد في دول كبولندا وهذا الغياب للتضامن وغياب السياسة الموحدة حول الهجرة إضافة إلى بعض الاختلالات هذا يعكس الضعف والإخفاق سؤال المليون دولار كما يقول سيد دبوف هل يمكن بالفعل تبني السياسات تحمي هذه الدول من جهة وأيضا تحافظ على بعض المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية من جهة أخرى هل يمكن إيجاد صيغة تجمع بين كل هذه الأهداف برأيك؟ قد يقول البعض هذا أمر غير ممكن وأنا شخصيا أعتقد أن هذا ممكن لأننا إذا تحدثنا عن دول من أكثر من أربعين مليون شخص يمكن أن تتعامل مع اللاجئين وتحتضنهم وتؤويهم وأن تجعلهم يعيشون في أماكن آمنة إذا ما نتحدث عن سوريا وعن أفغانستان يبدو لنا أنه عندما تحدث تلك الصدمات بعد 2015 فإنه لا يتم التعاطي الإيجابي مع تلك الموجات من اللاجئين والهجرة ومن المؤسف ما حدث من الاتحاد الأوروبي عدم احتدان اللاجئين وتقديم أماكن آمنة لهم كارت دوبوف الرئيس تحريف صحيفة الأيو أوبزورفر والمتحدث السابق باسمه رئاسة الوزراء البلجيكية كان معنا من بروكسل شكرا لك